بعد 22 يوماً على الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق أعلنت المفوضية النتائج النهائية وشهدت محافظات كردستان انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد إعلان النتائج بتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني بـ 45 مقعداً في وقت تتصاعد المخاوف من أزمات سياسية بين الأحزاب الكردية قد تنعكس على الشارع تصدر حزب البرزاني الانتخابات بفارق كبير عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حل في المرتبة الثانية بـ 21 مقعداً ما يؤهله لتشكيل حكومة جديدة فيما جاءت حركة التغيير أكبر حزب معارض في المركز الثالث بعد حصولها على 12 مقعداً ثم الجيل الجديد ثم نحو الإصلاح وبعدها الجماعة الإسلامية ويتزامن أعلان النتائج مع أزمة سياسية تحيط بالأحزاب الكردية وسط اتهامات متبادلة بالتزوير لا سيما بين حزبي الطالباني والبرزاني ربما سينعكس ذلك على مناصب الأحزاب الكردية في حكومتي بغداد وأربيل القيادي في حزب الطالباني محمد حسن طالب حزب البرزاني بمنع السعي لخلق أزمات في كردستان أو تهميش الأحزاب الكردية الأخرى مؤكداً أن البرزاني هو المسؤول الوحيد عن أي تداعيات سلبية ستترتب على نتائج الانتخابات ومحاولات الاستئثار بالمناصب أما حركة التغيير فقد رفعت النبرة إلى دعوة عضاء الأحزاب الكردية المعارضة إلى الانسحاب من مفوضية الانتخابات على خلفية النتائج الأخيرة على لسان النائبة سرو عبد الواحد التي وصفت ما جرى بالوجه القبيح للديمقراطية المزيفة بقيادة الحزبين الحاكمين واشتدت أزمة الأحزاب الكردية بعد الصراع بين الحزبين الرئيسين على منصب رئيس الجمهورية والذي فاز به مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح بينما لوح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بأن نتائج ذلك ستنعكس على حكومة أربيل ومناصبها